علاقات ثنائية آخذة في التصاعد بين إيران وروسيا والطريق واحد وهو سعي طهران وموسكو إلى مواجهة خصومهما المشتركين حيث زادت إيران وروسيا من تقاربهما الأيدلوجي وتعاونهما في الأصعود الكافة عسكريا ووفق أوكرانيا وحلفائها الغربيين فأن إيران تقوم بدعم روسيا في حربها في أوكرانيا بإرسال مسيرات وصواريخ باليستية إلى موسكو وحول العلاقة بين إيران وروسيا في ظل العقوبات الغربية وقعت كل موسكو وطهران اتفاقا يهدف إلى استبدال عملة الدولار الأمريكي بعملتيهما المحليتين في التعاملات التجارية بين البلدين أضف إلى ذلك أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران وروسيا وقعتا اتفاقا ينص على أن إيران ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين فارتفع بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الحالي وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك كل ذلك يأتي وسط ترقب روسي للتطورات التي قد تطرأ على صعيد السياسة الخارجية الإيرانية على خلفية فوز رئيس إصلاحي في إيران يدعو إلى الحوار مع الغرب بغية إحياء الاتفاق النووي عبر توافق يفضي إلى إلغاء العقوبات المفروضة على إيران طبعا أناقش محتوى هذه الاتفاقية وأهنيتها بالنسبة للجانبين الروسي وكذلك الإيراني مع ضيفي من موسكو دكتور فراديمير سوتنيكوف أستاذ العلاقات الدولية في معهد موسكو الحكومي أما من القاهرة فمعنا الدكتور محمد عباس ناجي الخبير في شؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بكم إذن أبدأ معك دكتور فراديمير ماذا يدل إعلان روسيا على اتفاق شركة الاستراتيجية الشاملة مع إيران شكرا لكم على استضافتي في هذا البرنامج دعوني أقول أن هذه الاتفاقية والتي تسمى باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تعني أن العلاقات بين روسيا وإيران على أعلى مستوى لها وهو مستوى لم يكن مسبوقا بين البلدين وذلك لبلوغ أهداف كل من روسيا وإيران والتي تم تبنيها في هذه الاتفاقية كون إيران تطيق بروسيا وروسيا تطيق بإيران ورغبة في التعامل في كافة المجالات التي تدير اهتمام الجانبين وهذه الاتفاقية هي تتويج لسنوات طويلة من العمل المشترك بين البلدين وأنه آن الأوان لتوقيع هذه الاتفاقية التي حسب إعلان الجانب الإيراني ستتوقع في شهر أكتوبر من هذا العام في خلال لقاء مجموعة بريكس نعم دكتور فلاديمير دكتور محمد سياق أيضا تقارب الإيراني الروسي إلى أي مدى الجوة الدولي العام الخصوم المشتركين وصل إلى أعلى مستوى أيضا ليجعل هذا التقارب الإيراني الروسي رغم وجود بعض الخلافات على بعض الملفات الإقليمية مثلا كسوريا وغيره وكذلك مصالح أخرى أهلا وسهلا بك وأهلا بضيفة المشكريين سؤال مهم وأنا أتفك معك في أنه ربما الضغوط التي تتعرض إليها روسيا وإيران ربما هي متغير مهم كان له دور في دفع دولتين نحو إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كانت هناك اتفاقية منذ عام 2021 تم تجديدها ثم الآن تتفك الدولتين على أن تكون مدة الاتفاقية 20 عام تشمل مجالات مختلفة ربما جزء من هذا التطوير للتعاون السنائي بين روسيا وإيران يعود إلى خلافات الدولتين مع الدول الغربية روسيا ما زالت طبعا تدير عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتتعرض لعقوبات من جانب الدول الغربية إيران نفس الأمر بالنسبة للبرنامج النووي وتتعرض لعقوبات من جانب الدول الغربية أخيرها عقوبات كانت من الدول الأوروبية نتيجة دعمها لروسيا في حرب أوكرانيا ونتيجة طبعا دعمها للميليشيات الموجودة في بعض دول المنطقة بسبب طبعا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة هذه الضغوط والعقوبات المفروضة على الدولتين من جانب الدول الغربية أولا دفعتهم إلى استبعاد التعامل بالدولار في التعاملات الصينائية والعمل على رفع مستوى التبادل لأكثر من 5 مليار دولار في الفترة القادمة وتوسيع نطاق التعاون على مستويات ومجالات مختلفة الاقتصادية والعسكرية والنووية والتكنولوجية خلال المرحلة القادمة وعبر الاتفاقية للشراكة الاستراتيجية الجديدة نعم دكتور فلاديمير ونحن نتحدث عن هذا التقارب أيضا ونتحدث عن الحصوم المشتركين سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة إليه أيضا تعتقد بأن هذا التقارب سيثير غضب الغرب وأنه سيضع نوعا ما عرقلات أمام أي تقارب سواء روسي إيراني أو روسي صيني كما تبعنا في الفترات السابقة مجددا أحيي لضيفكم دكتور محمد ناجي أريد أن أقول أن التقارب بين طهران وموسكو يثير امتعاض بلدان الغرب لأنهم لا يرغبون بهذا التقارب بل سيقدمون على تصعيد وتشديد العقوبات على روسيا وإيران وهناك نحو أربعة عشر أو خمسة عشر حزم العقوبات قد اتخذت على روسيا طبعا هذا التقارب بين الجمهورية الإيران الإسلامية وروسيا وهذه الاتفاقية التي تنوى لها بالتفصيل زميلنا من القاهرة هي اتفاقية بديلة الاتفاقية التي وقعت في عام 2001 وسوف تغطي المرحل القادمة لها عشرين عاما طبعا هناك بعض التصرفات التي أو العوامل التي تفرض نفسها مثل انتخاب الرئيس الجديد لإيران الذي يدعو لفتح قنوات اتصال ومصالحة مع الغرب وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار النزاع الروسي الأوكراني كل هذه العوامل قد تجعل من الغرب يسير باتجاه عدم العودة لاستئناف اتفاقية الملف النووي مع إيران وذلك تحدى ذريعة أن إيران تقوم بتقديم الدعم العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وما يقال بأن إيران تشارك في قصف وكذلك العمليات العسكرية بتوريد المسيرات الانتحارية الإيرانية وهذا الأمر غير موطق لا يوجد هناك ما يؤكده العلاقات بين روسيا وإيران وإدراكهم لكل المتاعب التي قد تصدر من جهة الغرب هم يتفهمون ذلك لكن بالنسبة للصين فالصين أعتقد أنها تراقب عن كتب كيف تطور علاقات بين إيران وروسيا وخاصة أن الصين هي شريك استراتيجي بالنسبة لروسيا وهنا أعتقد هناك نوع من التنافس بين الصين وإيران على علاقة وتعاون وطيق مع روسيا وأعتقد أن الدول الغربية وعلى رأسها الدول الغربية والولايات المتحدة سوف تبحث عن طرق مع روسيا في الحرب على أوكرانيا من خلال تزويدها لها بالدرونز هنا نتحدث إلى أي مدى ممكن أن يصل التعاون إلى تحالف وإلى تنسيق أمني عسكري على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة مع دول الاتحادة ومع دول الأوروبية ضمن الناتو لكن لا يصل إلى شكل ناتو لكن تحالف نوعا ما واتفاقيات في مجال أمني على مستوى عالي نوعا ما بين الجانبين يعني من الصعب أعتقد أنه يصل إلى هذه الدرجة من التحالف يعني وكما قلت في البداية وأنا أتفك معك في ذلك فأنه هناك خلافات بين روسيا وإيران في بعض الملفات على غرار الملف السوري حتى فيما تعلق بالعلاقات السنائية كانت هناك انتقادات في داخل إيران لمستوى التعاون من جانب روسيا مع إيران في بعض الملفات لكن دعيني أقول أنه الضغوط التي تتعرض إليها الدولتين ستدفعهم أولا إلى توسيع نطاق التعاون على مستوى مثلا العسكري ربما إيران تمد روسيا بمزيد من المصيرات وربما مزيد من السواريخ البلستية إيران في حاجة بالمقابل إلى تحديث بعض قطاعاتها المسلحة وقدراتها العسكرية لسيما فيما يتعلق بسلاح الجو تحديدا وكانت هناك أحاديث في السابق وتقارير تتحدث عن أن روسيا قد تمد إيران بمقاتلات سخوي 35 وغيرها في الفترة القادمة هناك تعاون بين الطرفين في المجال النووي ومحطات بشهر وغيرها أعتقد سيكون هناك تعاون أكبر على المستوى الاقتصادي لكن كل هذا التعاون أنا أعتقد يدخل في نطاق توافق المصالح بين إيران وروسيا الذي يعني أن هناك خلافات بين الطرفين تضع حدودا لإمكانية الحديث عن تأسيس تحالف بين الطرفين سواء سياسي أو أمني في المرحلة القديمة لسيما أن هناك تبيونات في مواقف موسكو وطهران تجاه بعض الملفات ربما تضع حدودا لأزيي العلاقات أو هذا التحالف المقترد صحي على غيرها مسألة الوضع في سوريا دكتور محمد عباس ناجي الخبر في أشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا لك على مشاركتنا النقاش شكرا لك دكتور فلاديميل سينكوف أستاذ العلاقات الدولية في مهد موسكو الحكومي أيضا على المشاركة في هذا الملف